اشتركوا في القناة تعرض لنا في كل رمضان عدداً من الأعمال الفنية سواء أكانت مسلسلات أو برامج ساخرة ناكدة ومن الطبيعي أن تصبح هذه الأعمال محل نقد من عامة الناس وخاصتهم من المتابعين يعني لكن الملاحظ أن النقد الموضوع العلمي المثمر لهذه الأعمال محدود جداً في سوق الانطباعات الشخصية الكبير وهذا أمر مفهوم إذا ما علمنا أن الحركة الفنية والحركة النقدية في اليمن تعانيان من ضمور كبير نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها اليمن خلال الخمسين سنة بل المئة سنة الماضية وقد رأيت أن أخصص هذه الحلقة للحديث حول هذا الموضوع موضوع الدراما اليمنية ومشكلات الدراما اليمنية لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى في حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية فكونوا معنا الدراما هي أن تقلد الواقع في مشاهد تمثيلية بالصوت والصورة هذه الدراما سواء كان ذلك على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا وكلمة تمثيل جاءت من المثل والمثال ومنه التمثال أي الشيء المشابه لشيء آخر وكذلك يضرب الله الأمثال أي يخاطبكم من خلال نماذج لها أشباه في الواقع لكي تعرفونها هذا معنى الآية وضرب الأمثال كان وسيلة أساسية في الخطاب الديني نفسه للأنبياء وللناس يعني على سبيل المثال كان المسيح أيسى يخاطب قومه دائما بلغة الأمثال حتى أن تلاميذه أحيانا كانوا يشتكون من غموض بعض الأمثال التي يضربها وهذا كان يحدث عندما يرغب في فضح التحريفات التي طالت الكتب المقدسة لبني إسرائيل قومه أو عندما يريد تبرير حكم من الأحكام الإلهية مثل تبريره مثلا لنزع ملكوت النبوة الخاتمة من بني إسرائيل حين قال لكومه ما رأيكم لو أن صاحب مزرعة عنب أجرها لمزارعين وقال لهم اعتنوا بالعنب واستفيدوا منه واعطوني حقي في نهاية الموسم لكن المستأجرين بعد فترة بدأوا يماطلون يماطلوا صاحب المزرعة ولا يعطونه حقه وكلما أرسل لهم رسولا يذكرهم بالعقد والاتفاق والعهد اللي بينهم طردوا الرسول أو قتلوا المثال هذا بيضربها عيسى لقومه بكله ما رأيكم في هذا وبعدين يسألهم ما رأيكم ماذا يفعل صاحب المزرعة فيجيب بنو إسرائيل عليه يقولون له عليه أن يطرد المستأجرين على صاحب المزرعة أن يطرد هؤلاء المستأجرين السفلة ويعطي المزرعة لمستأجرين محترمين يوفوا بالعهود والعقود فيجيبهم عيسى على الفور وهذا ما سيفعله الله معكم يا ناكري الجميل الله أعطاكم مزرعة النبوة لكي تعطوا ثمرها لكنكم طردتم الأنبياء وقتلتم بعضهم لذا فإن النبوة الخاتمة ستسحب منكم وتعطى لشعب آخر يعطي ثمرها هكذا كما جاء في الأناجيل حقهم هكذا كان يضرب عيسى الأمثال لقومه عن طريق الأمثال يوصلهم المفقوم أو علشان يجرجرهم للاعتراف بمسألة وقد أشار القرآن إلى هذا الأسلوب الذي كان يتبعه عيسى إشارة سريعة عندما قال وبثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطة عن صحابة النبي ومثلهم يعني المسيح عندما بشر بصحابة النبي وأمته صورهم في مثال مثال أو مثل الزرع شبههم الزرع الذي أخرج شطة يعني كنبات أخرج ثمرة وهذا مطابق بالفعل لما ورد في كتب النصارى المقدسة عن الأمة الأمية التي تخرج ثمرة الدين في المستقبل هذا كلام موجود في الأنجيل القانونية التي يسموها الأنجيل القانونية الأربع الموجودة اليوم وإسلوب التمثيل هذا كان وسيلة أيضا كان وسيلة إلهية لإيصال بعض المفاهيم لنبيه موسى مش بس اللعيسى يعني مثلا في القرآن قصة موسى مع العبد الصالح في جنوب سيناء في شرم الشيخ هي عبارة عن قصة تمثيلية تشير إلى قصة حياة موسى نفسه بالترتيب يعني بدأ العبد الصالح بخرق السفينة أمام موسى خرك السفينة في البحر هذا يشبه ما فعلته أم موسى حين ألقت موسى في النهر وهو رضيع هذا السفينة عرضت للخطر بالخرق وأم موسى عرضت موسى للخطر بالإلقائه في التابوت والرسالة التي أراد أن يوصلها كأنه يقول إن الله الذي نجاك وأنت طفل في النهر سينجي أصحاب السفينة التي خرقنا لأنه عنده علم لدني هذا ليس شيء اجتهادات يعني هذه مسألة فيها وحي والحدث الثاني كان قتل العبد الصالح للغلام بدون ذنب وهذا يشبه حدث آخر كبير في حياة موسى هو الحدث الثاني الكبير لما قتل المصري حدث في مقابل حدث الحدث الأخير في قصة العبد الصالح مع موسى هو إقامة الجدار في الكرية التي رفضت إطعامهم وقال موسى مستغرب لو شئت لا اتخذت عليه أجر لكن هذا أيضا مثال ثالث يشبه حادثة ثالثة كبيرة في حياة موسى هي مساعدته لبنات شعيب بدون أجر من تسكيت بنات شعيب بدون أجر لماذا أطلب أجرا في إقامة الجدار الآن وهكذا كانت القصة كلها تمثيلية أراد بها الله تعليم موسى بعض الأمور بطريقة تجسيدية درامية ربما كان موسى بينه بين نفس حديث حول هذه القضايا التي مرت به وكان حولها شك أو كان حولها شيء أراد الله أن يعلم من خلال العبد الصالح يوصلها الرسالة ويطمنها يبدو ذلك والحال نفسه في القرآن القرآن كما قال سيد قب في كتاب التصوير الفني في القرآن وهو أهم ما كتب قال أنه يعتمد في لغته يعني القرآن يعتمد في لغته على التجسيد والتمثيل التجسيد والتمثيل يقول لك اشتعل الرأس شيبة صورة يجيب مجسدة بدل ما يقول أنه أصبح كبيرا في السن لماذا اختار التجسيد والتمثيل؟ لأنه التمثيل وسيلة قوية في التأثير على السامع وإيصال الرسائل إلى العقلين للباطن والواعي للمتلقي الإنسان بطبيعة الكائن حسي ولذلك لازم لازم يلمس ولماذا عبد الأصنام؟ لأنه ما قدر يتخيل كائن مجرد هكذا الله الواحد المتصف بالكمال أراد شيئا ملموسا لأن الإنسان بطبيعته كائن حسي كما نقول قبل أن أتحدث عن وضع الدراما في اليمن لابد أن نتوقف قليلا عند أهمية الدراما كوسيلة لتثقيف المجتمع وتغييره وتشكيله وتشكيل ثقافة ووعية نضربها من خلال مثل أيضا من المعروف أن جهاز التلفزيون ما دخل اليمن إلا في سبعينيات القرن الماضي يمكن في نهاية السبعينيات كان قد وصل إلى الكثير من القرى اليمنية في نهاية السبعينيات وصل إلى كثير من القرى اليمنية وكان دخول التلفزيون إلى اليمن إحدى العلامات الكبرى على خير الجمهورية اليمنية الجمهورية العربية اليمنية أنذاك وكان الناس يتابعون برامج التلفزيون بشغف شديد آنذاك وكانت هذه فرصة للحكومة توصل تبعث رسائلها للشعب في أمور كثيرة مثل الاهتمام بالتعليم الاهتمام بالصحة الاهتمام بالطرق الصحية للزراعة الطرق الصحيحة للزراعة مثل بحبة الوطن وما شابه ذلك من الخطاب الذي نقل وعي اليمنيين في سنوات معدودة نقله لا يعرف حجبها وقدرها إلا من كان بين وضعهم قبل التلفزيون وبعد التلفزيون قبل التلفزيون كانوا في عصر الإمامة بعد التلفزيون تحولوا إلى صاروا جمهوريين صاروا مشتبع جديد أهم البرامج طبعا كانت برامج الأطفال بالنسبة لنا لأنها إجابة الجيل الجديد اللي بيتأثر بشكل حقيقي وتحديدا برنامج افتح يا سمسم هذا البرنامج الذي عرض في نهاية السبعينيات كان عبارة عن مدرسة متكاملة وتأثيره عميق جدا على أذان الأطفال والمشاهدين أنا شخصيا أعرف امرأة في محيط الأسرة تعلمت القراءة والكتابة من متابعتها لبرنامج افتح يا سمسم الآن تكرأ في القرآن تعلمته دون أن تدخل المدرسة ولذلك أقول أن هذا البرنامج ينبغي أن يعرض في التلفزيون طوال العام أنا هذا رأي أنه لازم يعرض طوال العام باعتبار ببرنامج تعليم وتثقيف وتربية لا يستغني عنه لا يمكن الاستغناء عنه مثل المدرسة وكم أتمنى لو أنه جهة منتجة تقوم بإعادة إنتاجة بإنتاج نسخة حديثا منه تواكب مستجدات العصر الشاهد أنه التلفزيون كان له تأثير كبير على المشاهد اليمني خلال الخمسين سنة الماضية ولو أنك تأملت أسماء المواليد أسماء المواليد اليمنيين في فترة الثمانينيات مثلا ستجد أن معظمها قد أخذ من مسلسلات مصرية كان يعرضها التلفزيون اليمني آنذاك برديس على أنا على محمود على رفعت على رأفات كلهم هذولا جايين من مسلسلات تلفزيونية مصرية شاهدها الآباء في الثمانينيات هذا مدى التأثير يعني أنا واحد من جيل الأطفال والشباب الذين عاشوا في فترة الثمانينيات وأتذكر أن تأثير المسلسلات على وعينا ووجداننا أشبه بالسحر يعني كنا نتأمل كل شيء في الشاشة ونحاول نكلده نتأمل ملابس الممثلين طريقة كلامهم طريقة انفعالهم حتى ونحلم في اليقظة بأننا أحد أبطال هذه المسلسلات أو الأفلام وأحيانا كثيرة كان هذا التأثير يمتد معنا إلى حياتنا الواقعية نفسها يعني تجد الشاب يعيش في محيطه الأسري والاجتماعي بشخصيتين شخصية الحقيقية التي يعني الشخصية التي يراها الناس في الخارج والشخصية التي يراها هو من الداخل الشخصية الخارجية هي الشخصية الحقيقية الواقعية أما الشخصية الداخلية فهي تلك التي يتخيل الشاب أنه بطلها كان الشاب المتأثر بالدراما يتصرف وكأنه بطل بطل مسلسل يعني مهم ويتوقع أن يعامله الناس وأن ينظروا إليه على هذا الأساس وينزع جدا إذا وجد معاملة أخرى إذا عاملوك فلانا الواقعي ولهذا أدركت بعض الدول والأنظمة أهمية تلفزيون في التأثير على الوعي الجمعي فقامت بإنفاك المليارات لإنتاج دراما وأفلام وفنون موجهة توصل رسائل معينة للناس مثل ما فعلت الصيونية في هوليوط طوال الفترة الماضية ومثل ما يفعل الأتراك الآن في الوقت الحالي في الطرف المقابل في الطرف الجيد هذه الحكومات أدركت أهمية وتأثير الدراما في توجيه الثقافة والوعي واقع الدراما اليمنية لا يختلف كثيرا عن واقع اليمن الصورة اليمن موجودة في الدراما اليمنية اليمن ضعيفة ممزكة مشوهة والدراما اليمنية كذلك ليس هناك أي عنصر من عناصر الدراما اليمنية يتوفر على شروط الجودة لا السيناريو ولا الإخراج ولا التصوير ولا التمثيل باستثناءات معدودة نسب واستثناءات محدودة لدينا مجموعة من الممثلين الممتازين فعلا لكنهم أقليا من ناحية ولا يمكنهم إبراز مواهبهم الحقيقية بدون تكامل العناصر الفنية والإنتاجية الأخرى في العمل الفني في الدراما عندنا ممثلين ممتازين جداً ما في شك لكن ما فيش بقية العناصر اللي يتحيط بهم وتقدمهم والأزمة الكبرى في الدراما اليمنية من وجهة نظري هي أزمة النص الكتابة أزمة كاتب السيناريو ليس لدينا كتاب سيناريو محترفون كتابة السيناريو هي شكل من أشكال الأدب مثلها مثل كتابة القصة والرواية تماماً لكنها محتاجة ضبط أعلى وليس في اليمن كتاب قصة بمستوى رفيع يوازي كتاب القصة في مصر والشام والمغرب العربي مثلاً أنا لا أتجنى على الموجودين الموجودون الممتازون ولا بأس بهم لكن عندما نضعهم في مقارنة مع الآخرين لعل في فارق وهذا مش ذنبهم هذا ذنب ظروفهم ما شاء الله يعني خرجوا من داخل الصخر من ظروف صعبة ومعقدة للغاية لكن الفارق الباقي بينهم وبين الكتاب الرواية والقصة الآخرين هو فارق بين المجتمعات مش فارق بين الأفراد هذا ما تؤهله المجتمعات فارق الثقافات نحن إجمالاً فقراء في المواهب الإبداعية بهذا الجانب جانب القصة والرواية وكتبة السيناريو الدرامي وفي التلحين الموسيقي وصناعة الفنون والآداء بشكل عام باستثناءات معدودة كما قلت بدليل أننا غير منافسين في هذا المجال غير منافسين لأشقائنا العرب بما فيهم حتى الإخوة السودانيين الذين يعانوا من فكر كبير فضلاً عن الشعوب الأخرى لماذا حياتنا الإبداعية فقيرة؟ هذا موضوع ثاني كبير هل لأن اليمني بطبيعة عاجز عن الإبداع؟ طبعاً لا اليمني إنسان نبي متوقد الذكاء ناجح سريع الاستجابة للتعليم لكن بشرط أن تتوفر له الظروف المناسبة وهنا نأتي إلى بيت الداء ومكمن الخلل في حياة اليمنيين اليمني لم تتوفر له فرصة حقيقية ليراكم خبرته وتجربته في أي مجال من المجالات تمثيل هذا مجال المفروض أن خلال خمسين سنة الماضية راكمنا تجربة خبرات الممثلين وخبرات المصورين وخبرات كتاب السيناريو وغيره لكن ما عندناش تراكم لماذا؟ لأنه بسبب غياب المؤسسات ما عندناش مؤسسات غياب النظمة المؤسسية بسبب غياب الدولة الدولة طوال الفترة الماضية في حكم فترة حكم عفاش ليست فقط يعني فشلت في توفير المؤسسات التي تراكم خبرات اليمنيين في كل مجال بل إنها كانت تعيق نمو هذه المؤسسات عمدا كانت تعيقها عمدا وفي شهادات وفي قصص لا وقت الآن للحديث عنها كان علي عبدالله صالح يتصل بنفسه يقول لك قيل مرة أنه كان فيه إعلان في التلفزيون اليمني عن كتب تصدر اتصل بنفسه يمنع هذا كان عنده حساسية مفرطة تجاه نجاحات الآخرين وبالذات المثقفين كان يشعر بضآلة نفسه أمامهم ولذلك ليس لدينا صناعة دراما في اليمن الدراما لن تتطور في اليمن ما لم تتحول إلى صناعة تدر أموال على الكتاب والممثلين والمنتجين والعاملين عموما علشان يتفرغوا لها وليش عيش تغلوه في أدامة فيهاش فلوس وليش عيراكم خبرات ويراكم تجارب عندما تصبح صناعة تدر الأموال سيذهب إليها الموهوبون وليس المتفرقون كما هو الحال اليوم اليوم اللي بيروح للدراما هم المتفرغون أما لو فيها فلوس الموهوبون من داخل الجامعة حيروحونها المخرج نفسه حينزل الجامعة يفتش على الممثلين ويدور عليهم أو المنتج وفي المدارس عندما تصبح الدراما صناعة يمكن أن يصبح لدينا كتاب سيناريو متفرغين وعندما تكون صناعة ستحدث منافسة في إنتاج الدراما بين المؤسسات بين الشركات هذه المنافسة هي شرط من شروط تطور الدراما والفنون ولن تتحول الدراما إلى صناعة إلا إذا كانت الظروف السياسية والاجتماعية مشجعة إذا كانت الدولة تشجع ذلك أو على الأكل تترك المؤسسات المدنية والأهلية تكون بذلك دون إعاقتها ستنجح الوضع السابق في عهد صالح كان أشبه بثقب أسود يبتلع أي نور في المجتمع الناس بيفكر أننا بنتجنة عليه والله لو علم اليمنيون ما فعله فيهم علي عبدالله الصالح لنصبوا له تمثالا وبسقوا عليه ليلا ونهارا يمكن يسوه كذا زي الحجر الأسود يكون يرجموه أو مثل المشاعر في الحرم يرجموه صباحا ومساعد لكن الناس مش كادرين يفهموا مش كادرين يعرفوا ما هي الجريمة اللي يرتكب في حقهم هذا الرجل ما عندهمش أصلا المخيلة تسبح لهم بتصور ما فعل علي عبدالله الصالح فيهم وعند مشكلة معنا مثقفين بيدافعوا عنها هذه هي الطامة هذه الكارثة عموما لدينا مواهب ممتازة كانت تحتاج فرصة لتطوير ذاتها فقط لكنها لم تجد هذه الفرصة بعض هذه المواهب انصرف عن موهبتها إلى مطاردة لقمة العيش بعضها هاجر خارج البلد وبعضها الآخر أو الأخير تعلق بالحبال الموجودة مواهب مش شرط نيمة ثلاثة ولا جربت لا مواهب هي مواهب في ذاتها لو كنا رحنا فتشنا عنها كنا نلقاها غادر بحثوا عن لقمة العيش الباكية الباكية مسكت بالحبال وهي حبال واهية بالطبع الممثل اليمني ليس لديه حتى نقابة تدافع عن حقوقها إذا تعرض للابتزاز ابتزاز المنتجين وكثير من الممثلين يكبل بأداء أدوار ضعيفة أو سخيفة فقط من أجل لقمة العيش وهناك قضايا كثيرة لا أود أن أفتح ملفاتها حتى لا نحرك ما تبقى من جسور مع زملاء وأصدقاء قلنا إنه لن تتطور الدراما في اليمن ما لم تصبح صناعة قائمة بذاتها تدر أموالا على العاملين فيها ومن أهم عناصر صناعة الدراما وجود حركة نكدية مواكبة للحركة الفنية ما فيش حركة فنية من غير حركة نكدية ما ينفعش لا يمكن أن يتطور أي مجال بدون نكد مهما كان أتحدث عن النكد بمعنى المنهج العلمي لمجرد الآراء الانطباعية التي يكتبها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام النكد المنهجي نكد متخصص لدى صاحبه ثقافة فنية وأدبية تؤهله لنكد الأعمال الفنية والأدبية ونقاد الدراما هم في الأساس نقاد الأدب هذا في حقيقة الأمر لأن الشطر الأكبر في الدراما هو النص المكتوب ونكد النصوص هو عمل نقاد الأدب عمل نقاد الأدب وهناك جوانب فنية أخرى في الدراما غير النص يمكن لنقاد الأدب أن يتعرضوا لها مثل الرؤية الفنية للعمل هذا أيضا جزء من عمل نقاد الأدب الرؤية الفنية لأن الرؤية الفنية هي عنصر مشترك بين جميع الفنون سينما دراما رواية قصة سواء كانت كتابية أو استعراضية أو فنون تقنية مثل الجرافكس والمنتاج الرؤية الفنية حاضرة بين هذه التخصصات جميع أقول هذا لأن بعض من من ليس لدي خبرة يظن أن نقاد الدراما هم أولئك الذين اشتغلوا في مجال التمثيل فقط لا هذا كلام مش علمي خالص الممثل ممثل فقط ومن النادر أن يجمع الممثل بين الخبرة الفنية التمثيلية والرؤية النكدية من النادر مشو شغلة وهنا تكون نكون قد وصلنا إلى جزئية خطيرة ومهمة للغاية ينبغي للمهتمين أن يتنبهوا لها هي مسألة الرؤية الفنية في العمل الفني هذه مسألة تحتاج وقفة أو جلسة زي ما تحبوا من يصنع الرؤية الفنية للعمل؟ هذا سؤال من يصنعها؟ الرؤية الفنية هي ذلك الجانب الذي يخاطب العقل الباطن للمشاهد ولذلك هي خطيرة جدا بإمكان العمل الفني الدرامي أن يشوه ذوق المشاهد ويشوه وعيه ويشوه وجدانه إذا لم يصنع وفق رؤية فنية محترفة وواعية ينبغي أن يكون كل عنصر في العمل الدرامي مدروس ووظيفة مفهومة كل مشهد كل عبارة ينبغي أن تكون مطروحة بحساب في الحوار في المشاهد في الحركة ينبغي أن يكون كل مشهد وكل حركة وكل كلام محسوب له معنى ويترتب عليه شيء في المشاهد لا يصح مثلا أن يقوم المسلسل بتقديم الشخصية البلهاء وكأنها شخصية ناجحة محبوبة هذه رصالة خطيرة تضر المجتمع وكأن العمل الفني يقول للناس البلاها السر النجاح لما يكدم شخصية ببلهاء سخيفة وناجحة في نفس الوقت ومحبوبة في نفس الوقت هذا كأنه بيقول البلاها السر النجاح هذه تنتبه من ينتبه؟ لا صاحب الرؤية لا صح مثلا أن يقوم العمل الفني أن يقوم العمل الفني بإسناد النجاح إلى البلاها والسطحية أو إلى المصادفة مثلا ما ينفعش تكثر المصادفات في العمل الفني أكثر من صدفة في العمل الفني هذه لغاجة في اللاجاتنا اليمنية الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الناس هي أن النجاح ابن الذكاء وابن العمل الشاق وابن العمل الإبداعي على وجه التحديد ليس ابن الصدفة المصادفة أيضا كد يكون لها حضور في حياتنا لكن لا يصح أن نسند إليها في العمل الفني أي نجاح إلا في حالات نادرة يعني مثل الملح كذلك أنصر المبالغة هذا الكلام للكتاب الدراما في اليمن أنصر المبالغة ممكن يوصل رسالة سلبية للمشاهد ويدفع المجتمع للتطبيع مع أسلوب المبالغة في كل شيء يعني من الملاحظات البارزة على أداء معظم الممثلين اليمنيين ملاحظة المبالغة المبالغة في استعمال ملامح الوجه والصوت واليدين عند الكلام بأفواره على رأي المصريين في ممارسات أوفر في مبالغة التمثيل هو فنه التلقائية وأي مبالغة تفسد العمل معنا مجموعة ممثلين ممتازين ما تشعرش عندهم بهذا هم المشاهير طبعا المشهورين لكن الأخطر من المبالغة الأخطر من ذلك أن المبالغة تتحول إلى عدوة اجتماعية الناس بيكلدوا التلفزيون ونحن في اليمن لدينا أصلا فائض قومي من المبالغة يظهر في كلام الناس في ردود أفعالهم في مبالغة في كل شيء هكذا خلقنا الله وعندنا مبالغات محتاجين من يخفف هذا الفائض وليس العكس كل هذه الأمور مرتبطة بالرؤية بالرؤية الفنية للعمل وأغلب هذه الأمور يتنبه لها الناقد أو مخرج العمل الذكي المثقف وكاتب السيناريو المثقف إذا كانوا أصحاب ثقافة رفيعة بالطبع هناك مسألة في مجال الدراما اليمنية تحتاج إلى وقفا لأنها أرقت العاملين في هذا المجال ولم يستطيعوا تجاوزها هي مسألة اختلاف اللهجات أكيد كلنا ناكشنا هذا الموضوع تجد العائلة الواحدة تتحدث أكثر من لهجة الأب صنعاني والأم من تعز والولد من الحديدة أو من حجة وهذا طبعاً قد يضعف جودة العمل ويذهب تلكائيتها خاصة إذا بالغ الممثل في تقليد لهجة محلية معينة أحياناً يبلغه حتى في تقليد اللهجة بعض الممثلين يكون بإحياء لهجة قديمة في منطقة لم تعد مستعملة كثيراً اليوم وهذا من المبالغات المفسدة للعمل الفني خاصة إذا كانت اللهجة غير متناسبة مع سن الممثل يكون سنه صغير وبيكلد لهجة جدة لأن اللهجة تختلف من سن لسن داخل المجتمع الواحد ومن الخطأ أن يؤدي الممثل شخصية شاب مثلاً بلغة الجد أو بلغة الجدة أو يتحدث بلغة فوق مستواه أو تحت مستواه بشكل مبالغ فيه وهذا يذكرنا بما قاله الناكد الروسي الكبير ميخايل بختين قاله عن الروائي الروسي العظيم ديستوفيسكي قال أنه أهم ما يميز روايات ديستوفيسكي هو تعدد الأصوات البولوفينيا يسميها تعدد الأصوات داخل الرواية بمعنى أنك تجد كل شخصية في الرواية تتحدث بحسب مستواها الفعلي في الواقع المزارع يتحدث كمزارع لا كأستاذ جامعة المرأة تتحدث كامرأة من الطبقة الفلانية بنفس خصائصها النفسية والعقلية النسوية ولا تتحدث كرجل مثلا أو كامرأة من طبقة مختلفة عن طبقتها والعكس صحيح في حين أن معظم الكتاب أو الروائيين الآخرين في زمنه يجعلون أبطال الرواية يتحدثون بصوت واحد هو صوت المؤلف نفسه وكأن المؤلف ينطقهم بما يريد هو أن يقول لا بما تريد الشخصية نفسها أو بما ينبغي لها أن تكون مستواها وكذلك الحال في الدراما ينبغي أن يتحدث كل شخص في المسلسل بحسب مستواه دون مبالغة سطحية مكشوفة العجوز يبالغ في العجز والغبي يبالغ في الغباء والشرير يبالغ في الشر وكله بأسلوب سطحي للغاية ولكي نكون عمليين دعونا نقدم مقترحات لحل مشكلة تعدد اللهجات هذه وعدم تعدد الأصوات في الدراما اليمنية نقدم مقترح قد يكون متواضع بسيط لكن أحسن من لا شيء أولا لا مشكلة في وجود تعدد لهجات في العمل الفني إذا كان العمل فعلا يعكس الواقع بمعنى مثلا إذا كان لدينا مشهد في الجامعة مثلا أو في مستشفى بيأديه طلاب أو أطباء فمن الطبيعي بل من الضروري أن يظهر تعدد اللهجات في مكان العمل مستشفى أو مؤسسة أو جامعة هنا فيه تعدد لهجات طبيعي أكيد فيه موظف من تعز وموظف من صنعة وموظف من الحديدة وموظف من شعر ومن عدن إلى آخر ولازم ينعكس هذا في المشهد مش بعقول حنخلي لهجاتهم كلهم سوا لأننا إذا طمصنا فروق اللهجات بين الطلاب مثلا سيظهر العمل وكأنه بعيد عن الواقع وهذا سيضعف العمل الفني لكن علينا في نفس الوقت أو في الوقت نفسه أن نخفف حدة الفروق بين اللهجات إلى أقصى حد ممكن هذا مقترح ونجعل من أهداف الدراما اليمنية صناعة لهجة بيضاء تسمى لهجة العاصمة زمان قلت لأحد الزملاء والأصدقاء الممثلين اليمنيين قلت له تبنوا لهجة العاصمة ففهم أني أقصد لهجة أهل صنعة الكديمة أو لهجة أهل صنعة عموما في مقابل لهجة تعز أو عدن وهذا طبعا لم يكن مقصدي بل قصدت أن نعمل بهدوء على إيجاد لهجة تنتمي إلى اليمن كلها ولا تنتمي إلى منطقة محددة اللهجات هذه تميزت لأنه كانت اليمن مقسمة ومنفصلة عن بعضها المناطق اليمنية مفصولة عن بعضها بسبب كلة السفر والاختلاط ولكذا في أيام حكم الدول الكديمة اللي ما كانش فيه فرصة ليختلطوا اليمنين ببعضهم ولأنهم موزعين في مناطق جبلية بعيدة ما كانش فيه فرصة يختلطوا ويحتكوا ببعضهم بسهولة ولذلك اللهجات اختلفت بشكل بارز كليلا فإحنا ممكن اليوم في العصر الحديث عن طريق وسائل الإعلام والدراما نكرب الفجوات هذه ونخفف من حدة الفروق بين اللهجات وهذا ممكن جدا إذا جعلته الدراما أحد استراتيجياتها الدراما نفسها تعتبر هذا استراتيجية من استراتيجياتها هدف وهناك بالفعل الآن لهجة ببيضاء تتشكل في اليمن لا تنتمي كليا إلى منطقة محددة الأجيال الجديدة من الشباب تحاول الاقتراب من بعضها وتذويب الفروق والذين يحرصون على استعمال اللهجات الخاصة هم أولئك الذين يحرصون على بكاء المجتمع مقسما متميزا لأهداف سياسية بعيدة المدى يعرفها من تفكر في مشاريعهم يعني مثلا السلاليون عندنا في اليمن حريصون على إبقاء اللهجة الخاصة لمجتمعاتهم لأهداف احنا عارفينها حكاية الأصالة وما الأصالة والبحث عن العودة إلى الماضي هذه أهداف عميقة بعيدة المدى يشتغلون من أجلها نحن علينا أن نعمل العكس أخيرا لا بد من لفت الانتباه إلى أن الممثلين في اليمن والقائمين على الدراما بشكل عام ينحتون في الصخر لكي يبقوا على قيد الحياة الناس بيتعبوا هنا الممثلين المنتجين بيتعبوا في اليمن تعب شديد علشان يقدموا أعمال العملية مش سهلة لهم البقاء على قيد الحياة ليس سهلا بالنسبة لهم في ظل هذه الأوضاع وكونهم يبادرون إلى صناعة أعمال تلفزيونية هذا في حد ذاته يحسب لهم شكرا لهم مهما كان مستوى العمل رديء لأن البديل هو أن يجلسوا في البيوت ويبحثوا عن أعمال أخرى وأنا أعلم أنه لدى بعضهم طموحات كبيرة طموحات فنية كبيرة لكن الظروف لم تساعد على إنجازها كما لم تساعد معظم اليمنيين على تحقيق طموحاتهم فلا يصح أن نكسوا عليهم أكثر من اللازم علينا أن نشجع الدراما في اليمن لأنها مورد خطير من موارد الثكافة وقد تكون مورد مهم في المستقبل من موارد الاقتصاد إذا نجحت إذا حولنا إلى صناعة غياب هذه الصناعة خطير وحضورها خطير وليس أمامنا إلا التفكير في تحويلها إلى صناعة كما قلت وهذا من مهام رأس المال اليمني والدولة ورأس المال اليمني لدي حسابات طبعا رأس المال يريد أن يربح يريد أرباح ولا يمكنه أن يغامر في مجال لا يعرفه أو في ظروف غير مناسبة للعمل في هذه الصناعة في هذه الظروف المنيلة التي نحن عايش فيها ولدي مقترح في هذا الجانب لا أدري إلى أي مدى هو صالح للاستعمال لكني سأقوله أكترح على العاملين في مجال الدراما اليمنية التفكير في الإنتاج السينمائي الذي يمكن تسويك خارج اليمن ربما يكون الإنتاج السينمائي أكل كلفة من ناحية المادية من إنتاج المسلسلات كما أنه كتابة السيناريو الفيلم فيلم السينمائي سيكون أكل إجهادا للكاتب من النص التلفزيوني وإن كان يحتاج إلى احترافية أعلى بالطبع يعني الكتابة لأن الكتابة للتلفزيون غير الكتابة للسينما غير الكتابة للمسرح أنت في التلفزيون بتسوي مثلا الحوار نصف والمشاهد نصف بينما في السينما 30% فقط للحوار تقريبا و70% كتابا للمشاهد للصورة للصورة ينبغي أن لا تكتب في السينما حوار إلا إذا عجزت الصورة عن الكلام في المسرح العكس 95% حوار والباقي مؤثرات لكن إذا تشكلت الأمور هذه ليست مستحيلة إذا تشكلت لجنة تنظيمية مهتمة بالموضوع يمكنها أن تنجز العملية في حدها البعقوب لجنة تبحث عن كتاب النصوص وتبحث عن وجوه جديدا للتمثيل بمواصفات احترافية ثم تبحث عن بقية عناصر الفني وطبعا هذا كله يحتاج تمويل يروحوا يبحثوا لهم عن من يمول لن نناكش تفاصيل هذه المقترحات الآن ليس هذا وقت وبالطبع لكن ما أود لفت الانتباه إليه هو أن هذه الأعمال الفنية لن يكون لها قيمة ما لم تكن جودتها عالية لازم تكون جودتها عالية ونحرص على الجودة كوالتي وليس كل شخص يفهم في الجودة بحيث يمكن أن يكيم الأعمال الفنية مش كل واحد ممكن يكيم سبق أن قلت في حلقة ماضية أن الرؤية الفنية والرؤية الجمالية والإبداعية للعمل أي عمل فيه جانب فني ليست من اختصاص العاملين في المجال خريج الفنون الموسيقية قد يكون متخصصا في معرفة المقامات الموسيقية والنوتة الموسيقية لكنه لا يستطيع إبداع لحن جميل الصحفي الذي تخرج من كلية الإعلام قد يكون متخصص في معرفة مصادر الأخبار ومعرفة عناصر الخبر وعناصر التكرير الخابري لكنه قد يكون عاجز عن محاورة شخصية مثلا مفكرة أو شخصية سياسية بشكل جيد هذا موضوع مختلف يحتاج واحد مثقف وكذلك الأمر في مجال التمثيل الممثل قد يكون عبكري في مجال التمثيل في مجال الأداء وتقمص الشخصيات لكن هذا لا يعني أنه يفهم في الرؤية الفنية والعمل الدرامي أو يفهم في كتابة السيناريو ونشتيش نكمل نزعل أصحابنا الممثلين أظن أننا وصلنا إلى النهاية وصلنا لختام هذه الحلقة نشكر متابعتكم ونلقاكم في الأسجوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة